ربما من الصعب تحقيق ذلك فيه لكن نحن ندعو إلى حكم إسلامي عام لبنان هو جزء من هذا الحكم العام لأننا ندعو إلى أمة إسلامية واحدة تحكم بسقف واحد ونظام واحد هو الخلافة الإسلامية القائمة على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونهش السلف الصالح الحكم بما أنز الله أمر جزء من القرآن الكريم لا أستطيع أنكره ولا يمكنه أحد ومن أنكره يخشى على دينه نحن بإمكاننا أن نجعل من لبنان لبنى صالحة كي تتكامل مع بقية اللبنات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي من أجل بناء المشروع الإسلامي الكبير الدولة الإسلامية هي دولة العدل الإلهي هي الدولة التي ينظر فيها إلى الإنسان من خلال إنسانيته وليست هي تلك الدولة التي يتسلط فيها المسلم على سواه من الممكن أن تقوم دولة الإسلامية في لبنان أو تقوم في لبنان دولة إسلامية ولكن بعد تهيئة الأجواء إن كان هناك من طرح غير الدولة الإسلامية فليطرحوا أعدل دولة كانت هي الدولة الإسلامية أعدل دولة فنحن نطالب بالدولة العادلة تبدو الحركات الإسلامية السنية في لبنان تائها فلا هي استطاعت فرض ذاتها في المجتمع ولا في السياسة أكثر من ذلك فإن هذه الحركات تعمل دائما وكأنها متهمة وهذا ما أضعفها وأفقدها قدرتها العالية على الاستقطاب هناك حملة شديدة من الأنظمة ومنها النظام اللبناني آنذاك على كل صوت يمكن أن يخالف الإرادة الرسمية المحلية أو الإقليمية أو الدولية لم يستفيدوا لم يقوموا بمواجهة النظام الأمني اللبناني السوري ورفض الدكتاتورية بصورة مباشرة بل كانوا خائفين لما نالهم من نصيب وافر من العذابات ومن الاعتقالات ومن الإهانات أنا لا أريد إلقاء الكرة في ملعب الآخرين وأن أعتبر النظام الدولي مسؤولا أو الأجهزة الأمنية اللبنانية أو السورية أنا أقول الإسلاميون مسؤولون عما هم عليه الآن لو كان الإسلاميون يمتلكون طاقات أكبر وأكثر كفاءة وتنظيما لا استطاعوا أن يحققوا مكاسب أكبر أنا لا أسأل ما الذي يريده عدوه أنا أسأل ما الذي أريده أنا فإن أردت أن أثبت وجودي على الساحة السياسية فأستطيع أن أثبت وجودي على الساحة السياسية دخول الإسلاميين بشعارهم إلى الحياة السياسية اللبنانية ذات الطوائف والتعدد ليس عمرا سهلا يحتاج إلى عباقرة إذا جاز التعبير أو يحتاج إلى ظروف استثنائية أعتقد أن الإسلاميين يتعرضون في تلك الفترة وقبلها إلى ضغوط وعملية إقصاء وتهميش حتى لا يأخذوا دورهم وهذا أمر يعرفه القاصي والداني ضعفنا جرأ علينا عدونا إن ما يحكم عالمنا اليوم هو شريعة الغاب فإن لم تكن قويا فليس لك أي احترام وكل حق ليس وراءه مطالب يضيع الحركة الإسلامية السنية في لبنان تشكل عصب الطائفة السنية وإضعافها هو إضعاف لهذه الطائفة وهو ما يخدم فكرة طالما أقلقت النظام الحاكم في سوريا الذي يعتبر سنة لبنان واللاجئين الفلسطينيين فيه امتدادا لسنة سوريا الحقيقة السوريون بصراحة عندهم تجربة في داخل سوريا وغطأا يقيس عليها كل توجه إسلامي خارجي نحن استطعنا خلال الأحداث أن ندافع عن بلدنا نتعاون مع سوريا في كثير من القضايا في هذا المجال ونختلف معها في كثير ولكن لابد أن يتحرر الذهن من هذه التراكمات كان السوريون يعتقدون أن أي نشوء لقوة إسلامية حركية جهادية سيؤدي بشكل تلقائي لتأثير على نفوذها في داخل سوريا لم يكن يعتقد يوميا السوريون أو غير السوريون الأنظمة أنه بقوة الإسلاميين سيكون هناك قوة لهذه الأمة السنة الآن ما عندهم شعار إذا دخلوا في السياسة ماذا يقولون الإصلاح ليس عمرا خاصا بهم أسلمت لبنان أمر خطير لذلك نحن لا نخاف على مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان طالما أن الحريات متاحة إنما لابد للعاملين للإسلام أن يتفهموا الواقع اللبناني مشكلة المسلمين في البلد المسلمين السنة على وجه الخصوص أنهم لم يتحركوا كطائفة لم يتحركوا كأقلية وإنما كانوا يعتبرون أنفسهم كل البلد وأنهم يملكون امتدادا في العالم العربي من حولهم وعندما حرموا بركات هذا الامتداد أصبحوا أشبه ما يكون بالأيتام على موائد اللئام في بلد صغير كنبنان ثم تشعور لدى السنة في لبنان وبخاصة لدى الإسلاميين منهم أن هناك قوى محلية وأقليمية ودولية تستهدفهم بشكل مباشر منذ أعلان لبنان عام 26 وحتى يومنا هذا وذلك لتحويلهم إلى الحلقة الأضعف تمهيدا لإخراجهم من اللعبة السياسية ولهذا فإن التهميش الذي تعاني منه الحركة الإسلامية على مدى تاريخ لبنان لم يأتي من فراغ لكن رغم ذلك فالإسلاميون لا يبرئون أنفسهم من مساهمتهم بشكل أو بآخر في هذا التهميش الجميع مشتركون ولكل منهم قسط في هذا التهميش الإسلاميون أنفسهم همشوا أنفسهم حين رضوا لأنفسهم أن يكونوا مفككين بهذه الصورة التي هم عليها وهذا يسعد الخصوم والأعداء سبب ذكرته وهو بما كسبت أيدينا نحن بما عندنا من أخطاء عقدية أو منهجية أو مسلكية أنانية مصالح شخصية مصالح ذاتية حزبية علينا أن نترفع عن هذا أنا لا أرى أن أعداء المشروع الإسلامي أفلحوا في تهميشه بل المشروع الإسلامي اللبناني استطاع أن يحقق مكاسب كبيرة ليست قليلة الحجم أعتقد أن النظام السياسي ظلم الإسلاميين كثيرا ضغط عليهم كثيرا همشهم كثيرا خاف منهم كثيرا ودعا الخوف منهم كثيرا هم همشوا أنفسهم ولم يهمشهم أحد الإرادة الدولية والإقليمية والمحلية الرسمية كلها مطبقة على استبعاد الإسلام السياسي عن الحياة وفي لبنان بالتحديد نجد أن التوجهات الجديدة هي في استثناء الطرح الإسلامي النقي والصافي نحن نكثر عدديا والحمد لله والإسلام ينتشر تدينا لكن نحن نفتقر إلى التجربة السياسية وإلى الشعار السياسي وإلى القيادة الواحدة وإلى القيادات حتى بكل مجموعة ونفتقر الحكمة التي من يؤتها يؤتى خيرا كثيرا ليس عندنا من حكمة شيء للأسف العصر هو عصر الإسلام وأمريكا بدأ نجمها بالأفول وإسرائيل بدأت شمسها إلى الزوال ويجب أن نكون نحن البديل هاي دي يا أمي بلان حلوي ومجملي قلت لها هاي لبنان 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 ياللي جبين علي لبنان يا وردي جميل مدللي بلقع أنغام المجد تنيا للبنان ياللي جبين علي لبنان لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر